تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الميكلة للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية نظمت المؤسسة الخيرية الملكية وضمن فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم العربي منتدى المؤسسة الخيرية الملكية الثاني تحت شعار بصمة عطا وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خلال المنتدى بتوقيع اتفاقية بناء روضة أم ناصر النموذجية والدة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في محافظة الجنوبية والتي تأتي ضمن مشروع الروضات النموذجية التي تنفذه المؤسسة الخيرية الملكية كما قام سموه بتدشير الموقع الإلكتروني للمؤسسة الخيرية الملكية بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن خالص شكر وتقديره إلى جلالة الملك المفدح على اهتمامه الدائم بتقديم أفضل الرعاية لأيتام البحرين وتوفير البيئة الصالحة ليحضر كل فرد منهم بحياة كريمة آمنة مستقرة مشيدا بالدعم الكريم للحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ومؤزرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقال اسموه بأن المؤسسة الخيرية الملكية هي بصمة أمل وخير وعطاء وسلام وإنسانية غرس صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح رئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية وتطرق اسمو إلى حرص جلالة الملك المفدى على الاهتمام برعاية الأيتام وصون حقوقهم وكفالتهم وتقديم كافة الاحتياجات والرعايات والخدمات الشاملة في الجوانب الإنسانية والمادية والتعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية بما يعينهم على تكوين شخصياتهم وسقل مهاراتهم ومما يضمن لهم العيش الكريم وفق رؤية جلالة حفيظه الله في توفير الحياة الكريمة لمواطني هذا البلد الطيب كما أشار اسمو إلى أن العمل الخيري والإنساني ومساندة المحتاجين واجب فرضه الدين الإسلامي دون النظر إلى عرق أو جنس أو لون إذا يجب علينا الإحساس بمشاعر الآخرين مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر مؤكدا أن المؤسسة انتهجت نهجا شموليا وعلميا مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات والعطاءات في مختلف بقاع العالم الأمر الذي سهم في حصولها على أعلى المراكز لتكون مثالا يحتدى به دوليا الروضة والله الحمد يعني هذا المشروع الأول من نوعك مشروع نموذجي للمؤسسة الخيرية كل الشكر موصول إلى والدتي أم ناصر هي اللي قامت بالتبرع فهذا كان يعني جهد شخصي منها تبرع للمؤسسة الخيرية واحنا قايمين بالبناء والإشراف عليها